أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الخلق في نظام متقن نظام محكم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وخلق الليل والنهار جعل السنة 12 شهرا ليل يعقبه نهار نهار يعقبه ليل لا يسبق الليل النهار ولا يتأخر النهار على الليل وكل في فلك يسبحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم كما في سورة التوبة جعل الله سبحانه وتعالى السنة 12 شهرا من هذه الأشهر أربعة أشهر هي الأشهر الحرم كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات وشهر منفرد أما الثلاث المتواليات فهي ذي القعدة أو ذي القعدة بكسر القاف أو فتحها القعدة أو القعدة ذي الحجة والمحرم هذه أشهر ثلاثة متوالية ثم شهر رجب المنفرد هذه الأشهر لها ميزة لها مكانة يقول الله عز وجل فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم من ظلم الإنسان لنفسه ألا يغتانم هذه الأشهر من ظلم الإنسان لنفسه أن يقع في الأخطاء أن يقصر في طاعة الله عز وجل أن يهمل هذه الأوقات فهي أوقات مباركة كما جاء عن أحد الصالحين أو أحد الصحابة أن العمل في هذه الأشهر ثوابه مضاعف كما أن الذنب فيها أيضا يضاعف وزره أو يضاعف عقابه ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدنا إلى أهمية أن نستغل هذه الأشهر ومنها شهر رجب أن نستغل هذا الشهر بطاعة الله عز وجل خاصة الصيام فيأتي صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن ماذا يفعل عن خطوات في حياته كان من ضمن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سم من الحرم وترك سم من الحرم وترك سم من الحرم وترك يعني سم في هذه الأشهر إن الصيام عبادة عظيمة عبادة جليلة فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا فهوى شهر رجب من الأشهر الحرم التي ينبغي علينا ألا نظم أنفسنا فيها علينا أن نغتنم هذه الأيام في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكثر من الأعمال الصالحة كالصيام فإن الصيام ثوابه كبير كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نكثر ونداوم على قراءة القرآن فحينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام الحال المرتحل قال وما الحل المرتحل يا رسول الله قال الرجل أو المرء يقرأ القرآن من أوله إلى آخره ثم يعود من آخره إلى أوله فيبدأ ختمه جديدة وهكذا فعلينا بالصيام إن استطعنا إلى ذلك سبيل قراءة القرآن المداومة على الاستغفار صلاة الليل المحافظة على النوافل فقد جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة أربع قبل الظهر وركعتان بعده ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه الركعات هي من النوافل المؤكدة التي ينبغي علينا في شهر رجب وسائر الأشهر الحرم أن نغتنم هذه الأوقات بهذه الصلوات بكثرة قراءة القرآن الكريم بالمداومة على الاستغفار بالمحافظة على الأعمال الصالحة بالمحافظة على الصيام إن استطعنا إلى ذلك سبيلا ثم بكثرة الصدقات فإنه ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يغتنمون الأيام الفاضلة وأن يجعلنا من المحافظين على طاعته وممن يدخلون جنته إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبعباده رؤوف رحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته